مجلس الوزراء مجلس الوزراء والإقبال الكبير الذي شهده المعرض من حيث الحضور والصفقات التجارية الكبيرة التي تم التوقيع عليها والتي تسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتحفز على الاستثمار في هذا القطاع وأكد سموه خلال الجلسة على ضرورة تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق مصلحة الجميع وذلك بمناسبة زيارة سموه إلى مجلس النواب صباح اليوم حيث أكد سموه على أهمية تعزيز ذلك التعاون ما بين السلطتين وأن الحكومة تدعم التعاون المستمر القائم على مبدأ التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما من شأنه الإسهام في تحقيق تطلعات المواطنين من جانب آخر أشاد المجلس بمعرض الفنون التشكيلية في نسخته الحادية والأربعين وبالجهود التي بذلها القائمون على تنظيم هذا المعرض وبإسهامات الفنانين البحرينيين وإبداعاتهم التي وصلت إلى العالمية والتي عززت من مكانة المملكة على صعيد السياحة الثقافية والفنية وأثنى المجلس على اجتماع وزراء الخارجية العرب مع جمهورية الهند الصديقة خلال افتتاح أعمال الدورة الأولى للمنتدى العربي الهندي الذي عقد في مملكة البحرين وأكد المجلس أن العقادة مثل هذا المنتدى هو تأكيد على مدى عمق العلاقات التي تجمع بين الدول العربية وجمهورية الهند الصديقة وما شهدته من تطور على صعيد التعاون الاقتصادي والتجاري وحث المجلس على تحقيق المزيد من التعاون والارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين العربي والهندي وبما يحقق النمو والازهار ووجه سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة الجهات الحكومية إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الخاصة المتعلقة بالاستملاك بما يحفظ حقوق الجميع بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يليه ناقش المجلس مذكرة بشأن الآلية الموحدة المقترحة لتعامل الوزارات والهيئات الحكومية مع لجان المجالس النيابية وضرورة تزويد اللجان البرلمانية بكافة المعلومات لقيامها بوظيفتها وتمكينها من دراسة الموضوعات المحالة إليها بشفافية بما يسهم في إصدار توصيتها المناسبة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانونية لمزيد من الدراسة ناقش المجلس مذكرة بشأن دراسة الآلية المناسبة التي على الجهات الحكومية ذات العلاقة أن تعمل بها أثناء مناقشة مشروعات القوانين أمام السلطة التشريعية وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية لشؤون القانونية لمزيد من الدراسة وافق المجلس على مذكرة بشأن إعادة تنظيم مجلس المناقصات والمزايدات اطلع المجلس على التقرير المقدم من وزارة الداخلية بشأن استعراض تنفيذ مملكة البحرين لالتزاماتها الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسادة وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لمزيد من الدراسة استعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمراني بشأن مناقصات الوزارة التي تم ترسيتها منذ شهر يناير إلى ديسمبر من عام 2015 ميلادية حيث قامت الوزارة بترسية وطرح نحو 130 مناقصة بكلفة تزيد عن 144 مليون دينار بحريني أخذ المجلس علما بعدد من الاقتراحات برغبة الواردة من مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وعقب الجلسة عقد سعدة السيد عيسى بن عبد الرحمن الحمادي وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب مؤتمرا صحفيا تطرق من خلاله لأبرز ما جاء في جلسة مجلس الوزراء كما أشار سعدة الوزير إلى أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أكد على أهمية تعزيز التعاون مع السلطة التشريعية مشيرا إلى أن الاستجواب شأن داخلي لمجلس النواب وهو سيد قراره مضيفا أنه سيتم بحث الأفكار والرؤى المتبعة لإعادة توجيه الدعم للمواطنين بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكد سعدة الوزير أن المؤسسات الإعلامية البحرينية تقوم بدورها وأن وزارة شؤون الإعلام ملتزمة بالقوانين والتشريعات الإعلامية المنظمة مشيرا إلى أن المنطقة تمر بحرب موجهة لإيقاف مد الحركات الإرهابية التي تمس الأمن بالمنطقة هذا وقام سعدة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بالرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمر وسيعرض تلفزيون البحرين التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي لسعادة وزير شؤون الإعلام وشؤون مجلسي الشورى والنواب بعد هذه النشرة كما وشارك سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في المؤتمر الصحفي وهكد أن عدد المناقصات التي تم طرحها وترسيتها في عام 2015 بلغت 130 مناقصة بكلفة إجمالية تصل إلى 144 مليون دينار بحريني كما أشار خلف لأن مشروع توسعة محطة توبلي هو مشروع رائد وسيطرح للمناقصات قريبا بعد الانتهاء من التصاميم وتبلغ قيمة التوسعة 96 مليون دينار بحريني ممولة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت الشقيقتين ضمن برنامج التنمية الخليجي وحول رسوم الصرف الصحي أكدى الوزير أنها معروضة على النواب حاليا وأن توجيهات الحكومية هي بعدم تأثر المواطن في مسكنه وقد قام سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشرح بعض النقاط المتعلقة بالوزارة والرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات من الصحفيين الذين حضروا المؤتمرين